بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم عزيزي الطلاب في استكمال دروس توزيع التباين وتوزيع مربع كاي وإف تناولنا توزيع التباين في المرة السابقة وتوزيع مربع كاي ونبدأ بتناول توزيع إف في هذه المرة في المرجع النظرية مرقمة بسبعة تلتاشر بتقول لي إذا كان استربيع واحد هو تباين عين عشوائية حجمها إن واحد مسحوبة من مجتمع طبيعي هذا المجتمع نورمل بمتوسط ميو واحد وتباين سجما تربيع واحد وكان استربيع اثنين هو تباين عين عشوائية أخرى حجمها إن اثنين ومسحوبة أيضا من مجتمع طبيعي آخر بمتوسط ميو اثنين وتباين سجما تربيع اثنين عارفين إن الإن هذه تعني أن التوزيع يسمى نورمل أو توزيع طبيعي وكانت العينتان مستقلتان فإن المتغير F بيساوي استربيع واحد اللي هو تباين العينة الأولى على سجما تربيع واحد تباين المجتمع الأول مقصومة على في المقام استربيع اثنين تباين العينة الثانية مقصومة على سجما تربيع اثنين تباين المجتمع الثاني بيتبع أو يتوزع بF أي توزيع F بدرجتي حرية درجة حرية البسط N1 ناقص 1 درجة حرية المقام N2 ناقص 1 حيث F بN1 ناقص 1 وN2 ناقص 1 بتسمى توزيع F بدرجتي الحرية N1 ناقص 1 وN2 ناقص 1 يمكن تعريف توزيع F بأنه نسبة بين توزيعين مستقلين يدبعان توزيع مربع k أو k تربيع زي ما احنا شايفين كده S تربيع 1 على Sigma تربيع 1 كنا تناولناها وإحنا بنتكلم على أن توزيع تباين العينة بيتبع مربع k فهذه توزيع تباين العينة الأولى على توزيع تباين العينة الثانية يبقى F عبارة عن نسبة بين توزيعين مستقلين يدبعان توزيع مربع كاي وكل منهما له درجات حرية مختلفة درجة حرية البسط N1-1 بينما درجة حرية المقام N2-1 وبالتالي طالما أنها نسبة بين توزيعين بيتبع مربع كاي ومربع كاي بيقع فيها النصف الموجب فقط إذن منحنة الدالة الجديدة أو توزيع F سيقع أيضا فيها النصف الموجب لمحور الـ X كما في حالة توزيع مربع كاي وهو أيضا غير متماثل وموجب للتواء ولكنه يقترب أيضا من التماثل كلما زادت درجتي الحرية نيو 1 ونيو 2 واللي بتمثلها N1-1 وN2-1 شكل توزيع F عند مستويات معنوية مختلفة بيختلف فاحنا خدنا كمثال شكله عند مستوى معنوية 5% بنجد أنه دالت كسافة الاحتمال بتبدأ من القيمة صفر ثم تزيد ناحية القيمة الموجبة لمحور الـ X هذا الشكل بينشوف أنه ملتوي جهة اليمين يقترب من التماثل كلما زادت درجات الحرية أو أحجام العينات المستخدمة في العينة الأولى والثانية التماسل بنعني التماسل قلنا حول قيمة معينة وليس حول الصفر كما في شكلي توزيعي الطبيعي وT ويلاحظ أيضا أن مستوى المعنوية المستخدم لن يتم تقسيمه إلى جزئين طبعا لأنه غير متماسل لا ينقسم إلى جزئين سالب وموجب حيث أن التوزيع يقع في الجزء الموجب فقط وبالتالي ليس له طرفين ويوضح ملحق 6 و7 في المرجع المستخدم في هذا المقرر جداول توزيع F عند مستوى معنوية ألفا بواحد من مية ومستوى معنوية ألفا بتساوي خمسة من مية عند درجات حرية البسط أفقيا الجدول ستجد أن له عنوان بواحد في المية أو خمسة في المية ومقسم إلى هنا نيو واحد درجة حرية البسط وهنا نيو اثنين درجة حرية المقام مثال يوجد قيم توزيع F التالية هنوجد قيم توزيع F عند مستوى معنوية واحد من مية أولا عشان نشوف مع بعض الجدول وإزاي بنعمل عملية البحث عند مستوى معنوية واحد في المية نريد درجات حرية للبسط خمسة ودرجات حرية للمقام بتساوي سبعة إذن هنذهب عند جدول F المعنوان بمستوى معنوية واحد في المية مرة نبحث عند خمسة وسبعة ومرة أخرى نبحث عند تسعة وعشرة نشوف مع بعض الجدول ونحاول نبحث عن القيم معن هنبحث عند القيمة الأولى خمسة وسبعة هنجد أن القيمة بتساوي سبعة فاصل أربعة ستة القيمة الثانية هنبحث عند القيمة أفقيا تسعة ورأسيا عشرة هنجد أن هي بتساوي أربعة فاصل تسعة أربعة تعال نرجع مع بعض كده نشوف القيم هنشوف مع بعض واحد F عند واحد في المية بخمسة وسبعة نجد أن هي سبعة فاصل أربعة ستة فعلا F بواحد في المية عند القيمة تسعة وعشرة نجد أن هي فعلا أربعة فاصل تسعة أربعة نذهب للجدول المعانون بمستوى معنوية خمسة في المية للقيمتين أو لدرجاتين حرية واحد وأربعة واربعة وواحد عشان نشوف فيها بتختلف إزاي والقيم هتبقى متبعدة جدا عن بعضها واحد وأربعة هنجد أن هي سبعة واحد وسبعين أربعة وواحد هنجد أن القيمة F بتساوي متين أربعة وعشرين وستة من عشرة تعال نروح مع بعض كده للجدول المعانون بخمسة في المية نبحث عن القيمة واحد وأربعة نجد أن هي سبعة وسبعة من عشرة فعلا بينما إذا ذهبنا إلى القيمة الجدولية والتي لها درجات حرية أربعة وواحد هنجد أن هي متين أربعة وعشرين فاصل فعلا القيم متبعدة ومختلفة عن بعضها فنخلي بالنا أن القيمة الأولى دي درجات حرية البسط بينما القيمة الثانية درجات حرية المقام الأولى يتم البحث عنها أفقيا الثانية يتم البحث عنها رأسيا ترجمة نانسي قنقر